تانيا انت مش مجرد مغنية او مطربة انت حالة فنية لا دي حقيقة فعلا يعني احيانا بنشوف فنان مثلا ان كان مغني او ممثل فهو بيبقى معني اكتر ان هو ان هو يصوته حلو فبيغني فقط او موهبته في التمثيل كبيرا فبيمثل فقط لك انت حالة فنية عندك اكاديمية وقفتي على اهم المسارح في العالم يعني ان كان مصرح اولمبيا في باريس كمان دور الابرا في سيدني في استراليا مقار الامم المتحدة في جناب حاجات كتير جدا حتى في مصر كنت موجودة فحدث من اهم الفعاليات اللي كانت هنا في مصر عايز اعرف منك يا تانيا انت ازاي قدرتي تنمي مهبة الغناء عندك ما توقفتيش وما اكتفتيش فقط بان انت صوتك حلو شكلك حلو حبيتي توصالي با اكتر من لغة للعالم كله وقفتي على اهم المسارح في العالم كلميني عنك من البداية خلينا عرف السيدة المشاهدين عن تانيا استيس من البداية لحد اللي وصلت له شكرا يعني انا بحس الموسيقى هي رسالة اكيد يعني وقتها وقتها الفنان يقدر يستعمل صوته طي يوصل افكار او حسيس بتصير الموسيقى اكتر من مجرد موسيقى او مجرد انترتينمنت متما فيه يكون تسلية يعني لي لانه هي صلة تواصل مع مع الناس مع الشعوب مع السقفات وانتا بغني انا بعدة لغات ما بغني باللغات انه بغني لو بكون رايحة على بلد معي وحابة انه قدم لهالبلد الاحساس لعبالي مرقلونية باللغة اللي هن رح يفهمو اكتر شي وحب ديما اعمل تريبيوت يعني مثلا وانتا رحت عارجنتين غنيت بالاسباني ورقصت تانجو على المسرح يعني انا شخص كثير بحب اكتشف السقفات وانا بحب السفر كثير بحب السقفات بحب الناس بحب التنوع وهذا شي بحمله بتختالتي بها مش ننتي بتؤديها فقط يعني بتعشيها اكتر هلا كمانا لانه انا مسيرتي بلشت بالكلاسيكل فاذا بديك الموسيقى بلشتها بطريقة كثير اكاديمية بداتي اوبرا صح؟ صح بدأت اوبرا لانه انا بلشت بعمر صغير كنت مفتكرة ان الاوبرا هو متل كيف وقتا بتدرس الطب تتخصص بعدين فانا لقالي الاوبرا كان دخولي على الموسيقى وبعدين انا بفوت بالستايل اللي عبلي فوت فيه اكتشفت مع الوقت انه الاوبرا كان شوي محدد لقلي يعني حسيته كتير سيريوس انا شخص بحب مثل بحب قرقص بحب حب الحياة حب الحياة حب الحياة فمشان هيك من الاوبرا نقلت على الموسيقى اول شي يعني المسرحيات الغنائية الامريكانية برودوي وهول الاجواء لاحديت بعدين بلشت بالاغانة العربية انا مني عاملة شرقية يعني ما بعتبر حالة مطربة بس خلقت ستايل اللي هو دمج بين الغرب والشرق وهذا شي بحبه كتير ومبي شبهني كتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة